في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم تشغيل الشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنية تتواصل في مكناس الجهود المبذولة من خلال سلسلة من المشاريع المبرمجة في البرامج الأربعة من المرحلة الثالثة للمبادرة المبادرة تهدف إلى تيسير ولوج الشباب للاستفادة من برامج الدعم عن طريق إحداث منصة الشباب مكناسة الزيتون المنصة بدأت في شهر يناير 2021 وصلنا إلى العدد 730 مستفيد في جميع القطاعات سواء خدماتية سواء فلاحية وبالنسبة لحامل المشاريع تمر من واحد المرحل مرحلة تكوين والمرحلة المواكبة المهمة الدلالية لدخل هذا الفضاء هو الاستماع للشباب الوافدين على المنصة من أجل معرفة قدراتهم ومؤهلاتهم وكذا حاجيتهم وانتظاراتهم فيما يخص البحث عن العمل أو إنشاء مقاولة خاصة بهم ومن بعد كنافقهم الفضاء التوجيه المنصة الشبابية تتكون من مرافق عديدة أهمها فضاء الاستقبال وفضاء الاستماع وفضاء التوجيه والمواكبة القبلية وفضاء المواكبة البعدية والتكوين وتعمل على محور التشغيل لفائدة الشباب ومحور ريادة الأعمال وأيضا محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية الحمد لله كانت العملية مزيانة واستفدنا من منصة الشباب الزيتونة اللي احنا قدرنا فيه واحد تكوين منتعة تلتشهور كانت واحد لأكسperience كثيرة اللي خضينا فيه كان شكروا بزاف الناس اللي سهروا على ذاك البرنامج فكرنا نطور المشروع ومشينا المبادرة الوطنية لتنمية البشرية اللي شدوا من عندنا الفكرة وواكبونا في جميع مراحل المشروع باش نطوروا يعني الامكانيات اللي كان عندنا وفقنا نستفدنا من واحد دأمالي اللي هو مهم اللي اعطنا واحد دفع كبيرة باش قدرنا نطوروا المشروع دينا بطريقة يعني أصرية ممتازة وتعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تنزيل برنامجها في مرحلته الثالثة على دعم الشباب ومواكبتهم لتنزيل أفكار المشاريع على أرض الواقع خصوصا الاهتمام بفئة النساء أيضا لتحسين دخل المرأة القروية البسيطة وإدماجها في سوق الشغل